اكدت الادارة العامة للمرور تكثيف التواجد المروري خلال اجازة عيد الفطر السعيد من خلال مراقبة الشوارع الرئيسية والتقطعات وبالقرب من المجمعات التجارية والطرق التي تشهد كثافة مرورية كبيرة تتطلب زيادة اعداد الشرطة الراجلة والمتحركة لضمان سيابية الحركة المرورية ودعت الادارة الى اهمية الالتزام بالانظمة والقواعد المرورية وضرورة التقيد بالسرعة المحددة على الطريق داخل الاحياء السكنية واعطاء المشاحقهم في العبور الامن نظرا لتواجد الاطفال في المناطق السكنية كما دعت الى ضرورة الالتزام بالاشارة الضوئية وعدم تجاوزها والامتناع عن استخدام الهاتف اثناء القيادة وذلك حفاظا على سلامة كافة مستخدمي الطريق ترجمة نانسي قنقر